اهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو اصدقائي راح نتعرف على طريقة الدخول الى البيوس وإقلاع لابتوب الاسوس TP300L راح نتعرف على طريقة الدخول الى البيوس والإقلاع عن طريق الفلاش ميموري او فقط الفلاش ميموري ديش او لنما في وCD روم الجهاز خليكم معنا قبل ما نبلش الشرح يا شباب بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لا تنسوا ما تدعمونا بالاعجاب لانه هذا الشيء عم يزيد من انتشار الفيديو اذا كان عندك اي سؤال عن هذا اللابتوب ترك ليها بالتعليقات اسفل الفيديو اذا اصدقائي لدخول الى البيوس او تعديل اعدادات الاقلاع الخاصة بهذا الجهاز اللي بين ايدينا كل ما علينا تشغيل الجهاز عن طريق الزر الجانبي اللي هون وبالضغط المتكرر على زر اسكيب بفوتني الى قائمة الاقلاع اللي بدي اقلع عن طريقها مثل ما اننا شايفين هاي هي قائمة الاقلاع شباب عمي اللي بدك تقلع عن طريق الويندوز ولا عن طريق الفلاش ميموري وفيني من هون دوري اقلع عن طريق الفلاش ميموري وثبت الويندوز اللي بدي اياه او اذا بدي افحاص الهارد او اي امر اخر طيب للدخول الى البيوس شو بساوي في عندي الانتر سيت اب اللي بتخليني فوت الى البيوس مباشرة وعدل فيها طبعا الواجهة الامامية اللي شايفينها ادامنا وخلينا نحاول نوضح صورة قدر الامكان اذا هاي الواجهة الامامية اللي ادامنا بالمين اللي هي فيها التاريخ والوقت ومواصفات الجهاز بشكل عام عندي الادفانس بهذا المكان اصدقائي عندك الخيار هاد الانتل فيرتوليزايشن تكنولوجي خليه بحالة انابل الخيار اللي تحتل منها خليه بحالة انابل الخيار ال VT-D كذلك الامر خليه بحالة انابل وهذا الشي بيدعم محاكيات الاندرويد بهذا الجهاز بالنسبة للساتا كونفيجوريشن بتفوت عليها وفي عندي خيار ال HCI ما في غيره اكيد طبعا لانه اللابتوب حديث نخرج منه ننتقل عند الجرافيك كونفيجوريشن طبعا فيك تعدل عليها وتخليه على اعلى خيار على ال 512 فيك تتركها ديفولت مثل ما هي جاي ما عندك اي مشكلة ال USB كونفيجوريشن كذلك الامر جعلهم كلياتهم بحالة الانابل لتاخد اعلى سرعة باليو اسبيات بالاضافة لدعم ال USB داخل نظام الدوس طبعا والرجوع للخلف عن طريق زر ننتقل عند البوت وداخل البوت يا شباب في عندي الفاست بوت وهي للإقلاع السريع خليه بحالة انابل بنتقل لتحت وفيني من هون ارفع الخيار اللي بدي اقلع عن طريقه بشكل دائم اللي هو عن طريق الفلاش ميموري او عن طريق نظام التشغيل اللي ينازل على الجهاز تمام واكيد ثبت الويندوز بنظام الUEFI افضل لك لانه رح يعطيك سرعة اكبر بالاقلع ما عندك اي خيار تاني تشتغل فيه هون عنا السيكوريتي وهي المكان لوضع باسوردات على الهارد او لا اقلع الجهاز بشكل عام في عندي هذا الخيار لاحظه شوي لا مو هاد ننزل لللي تحتو السيكوريتي بوت مينيو بتفوت عليها والسيكوريتي بوت كونترول خليه بحالة 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 بشكل عام واخيرا السيف اند اكزايتل بهذا المكان فيك تسيف الشغل او التعديلات اللي انت ساويته او فيك تخرج بدون ما تسيف شيء ويعني تتجاوز كل التعديلات اللي ساويتها بهذا الجهاز انا طبعا بدي سيف كل شيء وبقول له تسيف تشينجز اند اكزايت او عن طريق زر الاف عشرة على الكيبورد دوري بيعطيني هاي الرسالة هل تريد الحفظ مع الخروج نعم بدي احفاظ مع الخروج بهي الطريقة يا شباب تعرفنا على طريق التعديل اعدادات البيوس وكذلك الامر التعديل اعدادات الاخلاع عن طريق الفلاش ميموري لحتى ثبت ويندوز شكرا لمتابعتكن الى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية